قلتلي هنبدأ بوسام أبو علي على طول وأنا هبدأ في الجد على طول ناخد الجول الأولاني يلا بنا نطلنا الجول الأولاني كده على السخن كده على طول عشان إيه؟ أنا مش هزوز بلدي حاجة من الحاجات الحلوة اللي قدامي دي طيب لما نيجي نتكلم على أي مهاجم يا كريم قبل ما تظهر معنا اللقطة بتاعت الجول الأولاني نيجي نتكلم على أي مهاجم دي من الناس بتتكلم جابك بجول لعب كم دقيقة اشتغل إزاي عمل إيه؟ الوقت الفعل اللي لعبه وسام هو لعب ست مباراة فهو ساهم في ثمن تجوال في ست مباراة فأرقامه حتى على الصعيد الرقمي هي أعلى من المعدل المعتاد هو بيسجل بيساهم في هدف في كل مباراة وأكتر طيب تعالي نشوف بقى نحط بلاس ده تحركات وسام خارج المنطقة والفنتات اللي بيعملها والدورانات بص ماشي ماشي الكرة لحد ما الكرة تروح دي كرة الأولانية في المباراة الراجل تعامل مع الكرة بمنتهى البساطة ودايما كنا بنقول مهاجب الأهلي بيفكر كتير مهاجب الأهلي عنده مشاكل في الحركة لا ارجع 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 كمان ارجع وقف قبل ما يستلم لكن وسام بياخد الكرة بسرعة بياخد الكرة بسرعة بيتعامل مع الكرة زي ما بيجيله الانهاء وقدرته على انه يشتغل برجليه كويس جول 18 لحد اللحظة لكلمة كفاءة دي معدلاته ممتازة وحركيته ممتازة تعال انا بص هنا على الدوران بتاع الكرة وهو بيستلم ويفنت الرجل اللي معاه وإيه لازمتها هي دي إيه اللي بيقلم وإيه المفيد مش بس البصل اللي عملها بعدين ماشي ووقف بعد ما يستلم ويلف استلم بص هنا اللفة بالدوران دي واجيب لك اخته بعد شوية اللفة بالدوران دي عملت ايه؟ عملت لعيب زيادة اكبرت ريدا سليم اكبرت ان كل التلات لعيبة بعد بدل ما هو اي الوضع الطبيعي اللي المهاجم لو استلم وظهر ودافع يعمل ايه؟ اللي قدامه حاجتي ما لومش يا اما هيستلم هيباصي كما حتى او هيحط الكرة بالعرض لأي لعب في كل الاحوال الدفاع واقف واخد راحته هنا انا خلقت لعيب زيادة بوجود وسام رايح بوشه فوسام نفسه حر الطبيعي في لعيبة هيتحرك من مكانه اللعيبة اللي طلع قبله ده علشان يقفل عليه انه هو اللي يتقدم فايه اللي حصل هنا؟ ان الرجل المان الرقم المركز ستة ماشي بالبعد الطبيعي يقف هنا عند مين؟ عند رضا النقطة التانية الحركية بتاعت وسام هو عمل استلم خد التير نحط القرة تحت رجله حط الباصة ودخل جهة التمنتاشر عشان يعمل فول اوب وارد التصويبة ترتد وارد يحطها له باص تاني بعد ما استلم كمل 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 عادي بعد التصويبة نيجي للجوم بعد شوية بتاع رضا الجوم نفسه والتصويبة بص هنا بص دي يا كريم اللي أنا بكلم فيها بص الاستلام بالدوران الباص عمل الحركية دي خلاص روح للقطة اللي بعديها على طول وسام برضو عشان الوقت بس وقفن 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 ركز على الراجل اللي مع تاو انسى وسام دلوقتي ركز على الراجل اللي مع بيرسي تاو الراجل اللي مع بيرسي تاو ده راجع معاه اول ما هياخد وهيحط المدافع في ظهر وهيفنت الراجل ده هيروح يغطي المسافة اللي ما بين قلب الدفاع اللي على قصة تمنتاشر والمدافع اللي مع وسام هينزل يغطي تحت مين اللي هيفضى؟ بيرسي تاو الحركية بتاعت وسام مش بس انه خلص من الراجل مش بس انه عمل زيادة لعيب لأ كمان فض أكبر لإسماعيلي انه المدافع يتحرك له فهي مش تحركات عشوائية ولا هو حركة بالصدفة حصلت مباراة الاتحاد نفس الجول نفس الطريقة بقى السيست تاني في مباراة لإسماعيلي مشيها بقى على الحركية وخليكم مركزين مع الفنت بتاع وسام واللعيب اللي كان معه بيرسي تاو بص بواقف فين عشان يقطع على وسام هنا خلق له ونزل عشان يكسر التسلل واقف عشان نعمل نفس الحركية اللي مش مال هي الحركية اللي مليمين وأخيرا الآهل بقى عنده مهاجم حلو ضربة الجزاء ضربة الجزاء دايما الناس رتيجي تتكلم على تنفيذ ركلات الجزاء ونروح لتنفيذ الركل عشان نشرح ضربة الجزاء وساما بعد اهي اهي بص نركز ماشيها ووقف بعد بعد ما تخلص ضربة الجزاء على طول اي تنفيذ ركلات الجزاء في منطقة دايما يا كريم لما بيجي يشرحه للحراس وللعيبة في منطقة اسمها المناطق التي لا يمكن التصدي للأهداف فيها هم فين الزويتين اليمين والشمال ودرجات الصعوبة علشان الراجل يعمل الفوتورك وبعدان يعمل حاجة اسمها او يحاول يطير علشان ياخد الكرة مستحيل يجيبها في المربع ده عدي الجول وقتل اللي بعدها واريكم ما بشرحوها ازاي لللعيبة وبيقول لللعيب حط الكرة فين بص ده الاطار اللي بتحرك فيه دايما حارس المربع دي اقصى زوايا ممكن حارس المربع يروح لها الا لو هو مختار زوايا مسبقى وبرضو ما بيجيبش الزاوية الانسبابل زون اللي في المينة والشمال روح للي بعدها بص صعب جدا ان الكرة تيجي فيتحطت هنا وفي اقصاها كمان في اقصى زوايا في التمنتاشر لما بيجي علموا اللعيبة برة شكرا دايما انا دايما اتكلم علشان اقول لك لعيب متقصص صح لعيب عارف هو بيعمل ايه لعيب اشتغلوا عليه كتير او وصغير روح للي بعدها على طول اللي كنا بنتكلم عليه او القوس الطيران اللي بيعملوا حارس المرمى عشان يجيب الكرة دي الكرة الاخيرة يا كريم دي عرض المرمى وازاي الحارس بيتحرك على الخط دايما هات اللي بعدها هات اللي بعدها على طول دي الحارس سامة بيتصدى وبيتحرك من السبات او حتى لو اخد الخطوة على خط الجون بصعب جدا ان ناخد الكرة في كل اقصى الجانب الايمن بتاعه اقصى الجانب الايصر لأ هو كمان حطها في اكتر منطقة صعوبة في المرمى فوسام لعيب متأسس اوي مع النادي الاهلي وانت دكتور اوي شكرك المهندس اوي ماليش يا محمون انت مهندس انت بس هو دكتور ومهندس لتنبقى بعدها دي اخر حاجة بقى لما بيحسبوا لا دي كمان بيحسبوا فيزياء قوس الازاحة فيزياء يا فيزياء فعلا يا فيزياء بيحسبوا قوس الازاحة بتاع الحارس حتى لو كان طوله قد ايه حتى لو اخد الحركة ازاي حتى لو عمل الجنب حتى لو لو قوس التهيراني اللي بيعملوا كبير برضو في الاخر مش قادر يوصل لكور عالمي شكورك